اشتركوا في القناة رح ينتقل لبرج الثور هو الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 10 و15 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر موجود في برج الحمل معناتهم من الآن لغاية ساعات مساء يوم الأربعاء بظل النشاط مسيطر علينا من الشعور بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو قد نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها ابنفق الدبلوماسي يتنعو منكون أكثر عدوانية وعادة في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا اليوم يعني زاويتين الزاوية هي تأثيرات لغاية يوم الغد 21 سبعة وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين مبتون وهي اللي بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية الأخرى فهي اليوم ذروتها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي اللي ذروتها اليوم الساعة وحدة و38 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش بتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين ومن ناحية دولية بتور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية زوايا مع القمر وعنقل ومسار الزاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي في تمام الساعة ستة و28 دقيقة صباحا بتوقيت درينيتش يعني تأثيراتها من ساعة منتصف الليل وطيلة الليل لغاية الصباح وحتى ساعات العصر تأثيرات هذه الزاوية نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤونها بشكل فاعل وبرضو بتحزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي تأثيراتها أو ذروتها راح تكون الساعة وحدة و19 دقيقة بعد الظهر بتوقيت درينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي دروتها الساعة 2 و18 دقيقة عصرا بتوقيت درينيتش وهاي زاوية بتدل على أن القمر الآن صار نصف بدر اللي هو الربع الأخير وعادة لما بصير أي زاوية سلبية بين القمر وبين الشمس بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء ممكن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة 2 و18 دقيقة عصرا بتوقيت درينيتش بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و22 دقيقة مساء بتوقيت درينيتش وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر طبعا ساعة 6 و22 دقيقة مساء بتوقيت درينيتش بيكون انتقل إلى برج الثور واستقر وبدأ يعمل أول زوايا طبعا ما في زوايا لغاية ما بعد منتصف الليل ولكن تثيرت زوايا الصباحية اللي بتظل مستمرة فلما بنتقل القمر وبصير في برج الثور في هاي الفترة جميع الأبراج بشعروا بالحذر أكثر بميلوا للمحافظة على ممتلكاتهم وكلما يبحثوا أو نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق عادة في فترة وجود الغمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات شراء أو بيع أو استئجار عقار أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو مع العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن ولغاية ساعات مساء يوم الغد يعني ساعات مساء الأربعة يعني بيضل عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضي بالمرارة وشرين والدم هذول الأكثر حساسية ولكن من ساعات المساء بتصير أعضاء أخرى هي الأكثر حساسية اللي هي العنق والحنجرة الحبال الصوتية والغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لا دون الأعضاء اللي ذكرناها يعني ممكن الحنجرة وهي في ساعات الصباح أوكي ولكن في ساعات المساء لا طبعا وبرضو ما بيصير أن نعمل أي شيء له علاقة بالعضلات أو الشرين إلا إذا كانت عمليات اضطرارية بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح لقص الشعر العلاجي يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الثور قلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 22 سبعة رح يكون في تمام الساعة 11 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى يوم السبت 23 سبعة يعني الساعة 15 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 69 دقيقة مساء بيصبح عمره 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 60% القمر في الحمال وبده ينتقل للثور ورح يمكث في الثور حتى يوم 23 سبعة طبعا سعيد الآن هو بنسبة 30% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 15% ولكن تبدأ يتناقص بسرعة سعودته لغاية ساعات المغرب بعدها بيصير منتحس بنسبة 40% عطارت في الأسد حتى يوم 4 ثمانية هو الآن سعيد بنسبة 70% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 ثمانية منتحس بنسبة 40% في ساعات المساء بيصير يعني منتحس بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 20 ثمانية منتحس بنسبة 15% 25% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو ثقتكم بأنفسكم كبيرة جدا وبعمكم نشاط هائل باستطاعتكم اليوم إنكم تسيطروا على كل الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بجميع الاتجاهات من الآن ولغاية ساعة المساء ومنكم أشخاص رح يتموا بمظهرهم بصحتهم بحيويتهم بتواصلهم حتى العاطفي أعملكوا سهلة وميسرة إن شاء الله خلال هذا اليوم طبعا لغاية ساعات المساء من ساعات مساء يوم الأربعة الأجواء رح تتغير شوي هيك الاهتمام رح يصير على المستوى المالي فهذا يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم فبتنشطوا برضو بالاتصالات وبتنشطوا بالأعمال وتحصيل بعض الأموال برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زال قمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات مساء اليوم الأربعة فبضل الوقت أو بتضل هاي المرحلة أو هاي الساعات إذ تطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني حاولوا فقط إن كنت تعملوا بشكل روتيمي ما تتخذوا قرارات ما تكونوا حاسمين بقراراتكم شوي بدك تسيطر على أعصابك وإنفعالاتك وممكن شوي يصير في بعض الأعطال أو سوء التفاهم من ساعات المساء بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة لأن القمر بوصل لعندكم وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لفطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الفترة هاي بتصير بداية فترة مميزة واستثنائية وبإمكانكم تحققوا فيها كثير من الأمور برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وبظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم فمنكو أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء الأجواء إجمالا إيجابية ودعملها لكم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء بتصير ضاغطة لأن القمر رح ينتقل لبرج الثور فهو هنا بتبدأوا فترة سلبية يحاولوا قدر الإمكان إنه ما تتخذوا فيها قرارات حاسمة وما تبالغوا بجهدكم الجسماني إنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال وحاولوا أنكو ما تهملوا صحتكم ولا ترهنوا على الحضوض نهائيا برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين إذا ما دخلوا بنقاشات حدي ومشاكل ما بينهم وبين المسؤولين أو زملائهم بالعمل أو تغيبوا عن عملهم أو أهملوا أعمالهم لازم يتحافظوا على إنجازاتكم القائمة وتهدوا على الآخر ما في داعي للإنفعالات ولا للعصبية لغاية ساعات المساء من ساعات المساء القمر رح ينتقل وصير في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبيكون اليوم في بعض الساعات وخصوصا في ساعات المساء من لقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات برضو الامتحانات الأجواء جيدة ودعم لإلكم حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات والقضايا كلها هاي أمور إيجابية ودعم لإلكم من الآن ولغاية ساعات مساء يوم الأربعاء فحاولوا أنكم تستغلوها بشكل قوي من ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبصير الفترة هاي شوي بدها تركيز على العمل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو بوسع كوثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن هاي الفترة بظل مهمة وفيها بعض علامات الاستفهام فحاولوا أنه تسيطروا على أعصابكم وإنفعالاتكم وما تشوهوا سمعتكم بتصرفاتكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إن وصلها بشراكة أو تعويض وبإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع بتظل الأجواء اللي هي علاقة بالوضع المالي فواتير دفعات التزامات أموال الشريك الأموال المشتركة قرد بنك ضريبة تأمين الأمور هاي هي المسيطرة على أفكاركم والالتزامات أما من ساعات المساء فالأجواء رح تتغير تماما فبيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبترتفع المعنويات بشكل قوي جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات المساء فبظل رغبتكم قوية في تدعيم شراكاتكم أو تعاون أو تعامل المشترك ما بينكم وبين شركاء المال والعاطفة وبتضل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني الأهم أنه خلال هذا اليوم ما بيصير إثارة الفتن أو الإنفعلات أو القرارات المرتجلة أو العصبية أو الحدية بالطباع لأنه أنت الخسران ما زالت الطاقة ضعيفة عندك وعدوك أقوى منك في ساعات المساء بصير التركيز كله على الأمور المالية بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لأنكم بتكون بحاجة للرعاية ضبط الأعصاب مطلوب وبرضو ضبط الأموال مطلوب ما في داعي للإسراف ولا للبذخ خلال هذا اليوم حاولوا أنه ما تغامروا برضو بقراراتكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تنجزوا اليوم اللي بتقدروا عليه من عملكم برضو أعمالكم ميسرة وبتجدوا تعاون من الزملاء ورؤساكم بالعمل وبتقدروا تنظموا جدول غذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد حتى تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل ممكن شوي تستصعب من بعض الأمور تشعر بنوع من أنواع الضغط عليك بشكل كبير لأنه بلش القمر يتجه باتجاه مقابلتك فطاقتك بدأت تنزل تدريجيا فعشان هيك من ساعات المساء بصير الفترة هاي يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط بوسعكم بس تعزيز شراكتكم أو القيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بتكون تحذروا انفعالاتكم وبيصعب التفاهم معكم أو ممكن تقعوا في ورطة أنتوا بيغناء عنها فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن لغاية ساعات مساء يوم الأربعة الأجواء جيدة ورومانسية وداعمة بشكل كبير بالنسبة للكم في فرص ممتازة والحظ بيدعمكم نشاط عالي بتميلوا لممارسة هواية أو الحوار والنقاش والتواصل مع الأحبة الأجواء الداعمة وبقوة من ساعات المساء الأجواء رح تتغير شوي رح يصير تركيز كله على العمل وعلى الصحة فعشان هيك لا تهملوا عملكم ولا تهملوا صحتكم صحيح أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من عملكم ولكن برضو من ناحية صحية بتكون تندموا جدوى الغذاء وتأخذوا قصد كافية من الراحة ما تلتهوا بالأشياء الغير مفيدة خلال هذا اليوم ركزوا على عملكم وعلى صحتكم بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله على العقار على العيلة على البيت على أفراد العائلة على المسكن فترة مناسبة لا استجار بيت أو اهتمام بتصليحات وترميمات أو حتى بيع عقار هذه فترة ممتازة حتى للمصالحات والاجتماعات واللقاءات العائلية والترابط والتكاثف ولكن مش جيدة للتوتر والمشاكل والنقاشات الحدي فضبط العصاب أثناء الحوار والنقاش مع العائلة مطلوب من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل لبرج التور اللي هو البيت الخامس لا إلك فرح تنشط بطاقة عالية جدا لها علاقة تقرب بالأحبة تعزيز العلاقة معهم ومارسة نشاط فني الاهتمام بأمور التجميل أو الترفيه أو تغيير الجو بيطمئن بالك بشكل مناسب وممكن تجد حليف يدعم تصوراتك خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا النشاط عالي جدا عندكم مشحونين تبطاقة عالية جدا بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات حتى بالامتحانات سرعة البديهة عندكم قوية وقدرتكم على الإقناع ممتازة جدا وباستطاعتك قلب المعادلات لصالحك اليوم أهم شي إنك تحاول إنك تستغل هذا اليوم للترويج لسلعة معينة أو للنقاش والحوار للاتصالات وفي منك رح يهتم إما بسيارته أو بأجهزة إلكترونية في ساعة مساء يوم الأربع القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع فهنا الاهتمام كله بصير مركز على البيت وعلى العائلة بوسع ويدخل أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شي ما تسمح لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم فترة ممتازة للتقارب العائلي ولكن بدون أي انفعال حتى لو شعرت بالانزعاج برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة للمكاسب المالية وأغلب هاي المكاسب دائما منحكيه بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا حل مشاكل مالية أو شخص بيقترح عليك بعض الأمور اللي بتكون لصالحك لحل بعض المسائل المالية الأجواء جيدة وممكن اليوم برضو تسمع خبر ممتاز جدا أو تهتم بأمور مالية إما قضائية أو حتى ديون وتسويات في ساعات المساء هنا الأجواء رح تتغير لصالحك بشكل أكبر رح تنشطوا باتصالاتكم بحواراتكم سفارياتكم القصيرة بالدراسات بالامتحانات وفترة مناسبة بتصير للخروج في نزهة قصيرة وبمكانكم أنه يعني اليوم تنجزوا كثير من الأمور عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع الجيد بشكل كبير وبرضو ممكن يكون لدى البعض بعض التعامل مع إخوة أو مع جيران هيك من كون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء